احنا كده اه اتكلمنا في سبع نقاط يبقى اتكلمنا في سبع نقاط اللي هي تعريف السببية ادي واحد اهمية السببية ادي تنين ما يترتب على قيام رابطة السببية ادي ثلاثة ما يترتب على انقطاع علاقة او رابطة السببية ادي اربعة متى يثور التساؤل عن اتصال او انقطاع علاقة او رابطة السببية ادي خمسة موقف المشرع المصري من السببية ادي ستة وسبعة اللي هو موقف القضاء الجنائي والنقضة من السببية اخر حاجة ان شاء الله نتكلم فيها في هذا الفيديو اللي هي النظريات الفقهية المختلفة في السببية الجنائية احنا هنقول النظريات الفقهية بصفة عامة بصفة عامة عشان الموضوع يعني ايه حضراتكم انا ليه هقول لكم النظريات الفقهية مش يعني من باب الحشو او حيات زي كده لاني انا عايز اوضح لك عشان في الاخر هوضح لك باذن الله تعالى القضاء المصري والفقه المصري اخذ باي نظرية من النظريات اللي ايه هقول لها لك دي فبالتالي انا عايز هقول لك النظريات دي بشكل سريع علشان تتمكن من الفصل بين نظرية ونظرية لاني ممكن بعض النظريات تتدخل في بعضيها وتلتبس الامور عليك في نظرية في السببية الجنائية اسمها اتجاه السببية المباشرة اتجاه دي نظرية فقهية اسمها اتجاه السببية المباشرة انا هجرها لكم مباشرة من الكتاب بيقول مقتضى هذا الاتجاه الا يسأل الجاني عن النتيجة التي حصلت الا اذا كانت متصلة اتصالا مباشرا بفعله او بعبارة اخرى ينبغي ان يكون فعله هو السبب الاساسي اي الفعال او الاقوى في حدوث هذه النتيجة بحيث يمكن القول بانها قد حدست من نشاط هذا الجاني دون غيره فاذا ما تداخلت عوامل اخرى وقد ربطت بين سلوكه الاسم وبين النتيجة النهائية فقد انقطعت رابطة السببية بينهما ولو كانت هذه العوامل الاخرى مألوفة الوقوع او لو كان اثرها غير مقطوع به وذلك مثلا كخطأ الطبيب في العلاج او الجراحة اذا ما توسط بين اصابة جنائية معينة وبين وفاة المجن عليه والسببية على هذا الوضع تتطلب نوعا من الاتصال المادي بين الفعل والنتيجة لانها لا تعترف الا بالارتباط المباشر والمحقق بينهما حتى يمكن اعتبارها داخل في بنيان الجانب المادي للجريمة لا جانبها الادبي ومن ثم كان هذا الاتجاه من اصلح الاتجاهات للمتهم واكثرها رعاية لجانبه بل يؤخذ عليه انه يؤدي الى افلات المتهم احيانا من عاقبة افعاله اذا ما تدخلت الى جانبها عوامل او افعال اجنبية ولو بصورة مألوفة او بقسط يسير غير محقق الاصر ايه معنى الكلام ده بيقولك في الكلام ده انه حتى لو يعني ايه يعني انا في سياق الفيديو وقلتلك انه ممكن يروح المستشفى المدني عليه وقلت شهر ويبقى عنده نزيف داخلي وده ربط لك المثال ده لكن هنا بقى يعني اللي يختلف في الاتجاه اللي هو النظرية الاولى اللي هي اتجاه السببية المباشرة اللي يختلف عن المثال اللي انا قلت وقلت لك انا قلتلك انه راح وجعد شهر وعنده نزيف داخلي بس محدش عارف او راح وجعد اسبوعين او خمستاشر يوم وجالولي اقعد معانا ككملهم شهر فاخد بعضه ومشي لكن لا ده الاتجاه ده بيقولك حتى لو كانت اسباب مألوفة يعني الاسباب اللي انا ضربتلك مثل بيها انه هو عنده نزيف داخلي لمدة شهر ومحدش انتبه اليه ده سبب غير مألوف او قلتلك انه هو مثلا جالولي اقعد معانا شهر عشان نزبطلك السكر والضغط والنبض والمش عارف ايه والكلام ده واخد بقالك لكن هو ما اسمعش كلامه ومشي بعد عشر خمستاشر يوم وما كملش المدة اللي الدكات راح اددوها برضه دي سبب غير مألوف غير مألوف لكن هنا في الاتجاه الاتجاه السببية المباشرة بيقولك حتى لو كان سبب مألوف يعني حتى لو كان سبب مألوف زي ايه مثلا زي انه يعني المجني عليه اتضرب بالنار فنزه نزف حصل له نزيف حصل له نزيف فالنزيف ده ترتب عليه انه زي ما بنقول بالبلد كده دم متصفة يعني نزف كمية دم كتير فطب ماذا السبب مألوف اللي هتضرب بالنار يعني واحد ربنا يحفظنا واحد دخلت جسمه مقزوف مقزوف ناري ما طبيعي انه هيحصل عنده جرح وطبيعي انه هيحصل عنده فتح الدخول وفتحة خروج وهيبقى فيه نزيف دموي نازل من فتحة الدخول وفتحة الخروج فده سبب مألوف فبالتالي لما يحصل له نزيف ده سبب مألوف فبالتالي لو اخدنا بالنظرية دية هنبص نلاقي انه اي حد يكتل حد ممكن بسهولة اذا طبقنا النظرية دي في العمل يبقى هنلاقي اي حد بيكتل حد بسهولة اه بيطلع براء ليه بيطلع براء لانه رابطة السببية انتفت حتى لو كان سبب مألوف زي المثال اللي انا وضحته لك او ضربته لك دلوقت طيب نروح نشوف كده نظرية اخرى انا عايزك اتخلي بالك من كل نظرية علشان لما نيجي الوضع في مصر وامام القضاء المصري يبقى حضرتك عندك معلومة عن الاتجاهات والنظريات الفقهية في النظرية التانية اتجاه السببية المناسبة او الملائمة المناسبة او الملائمة برضو هجرها لك من الكتاب بيقولك هذا الاتجاه الثاني يرسم للسببية نطاقا اوسع من سابقه لان مقتضاه ان يسأل الجاني عن النتائج المحتملة او المتوقعة لفعله اي تلك التي تحصل بحسب المجرى العادي للامور ولو لم يكن وصفها بانها نتائج مباشرة او محققة لهذا الفعل ويعتبر فعل الجاني سببا مناسبا او ملائما للنتيجة التي حصلت اذا كان كافيا بذاته لحصولها ما دامت ظروف الحال تنبئ بانه قد توقعها وبصرف النظر عن العوامل الاجنبية التي تكون قد توسطت بين فعله والنتيجة النهائية سواء كانت سابقة لفعله او معاصرة او لاحقة له هنا نفس المسألة انا ضربت اقولك الاتجاه الفقهي او نظرية الفقهية اللي قلناها من شوية الاولى الاولى كان بتقولك حتى لو سبب مألوف برضو تنقطع طب هنا بيقولك ايه بيتكلم عكس الاولى ايه بيقولك طالما انه السبب اللي هيحصل سبب طبيعي انه يحصل طبيعي لما واحد يضرب بالنار او يطعن بسكينة او بمطوة طبيعي انه ينزف وطبيعي انه النزيف ده من الممكن انه زي ما بنقول بالبلدي دمه يتصف ينزف كمية دم كبيرة فيتوفى فبالتالي هنا المسمى بتاع النظرية الفقهية دي ايه اتجاه السببية المناسبة او الملائمة طالما انه النتيجة هي ملائمة وطبيعيا ان هي تحصل يبقى بالتالي الوفاة هي حصلت من الفعل وعلاقة السببية قائمة وبالتالي من الطبيعي انه هو ينزف واحد الضرب بالنار هينزف ولا مش هينزف هينزف واحد اطعن بسكينة هينزف ولا مش هينزف هينزف طب يبقى هنا النزيف ده مش ممكن مثلا لو هما في قرية ولا في ناجع على بال ما يطلبوا الاسعاف والاسعاف تاجي ومش عارف ايه ويروح مش ممكن يكون فقط كمية من دمه كمية كبيرة وتوفاه الله يبقى دي ايه يبقى هنا على عكس النظرية الاولانية دي بتتكلم عن السببية المناسبة او الملائمة لكن ما بتتكلمش بقى ايه على الخطأ الطبي انه هو تسب شهره عنده نزف داخلي اه 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 تسب اه هو جعد خمساشر يوم وما تكملش الباج لا دي بتتكلم النظرية دي عن الاسباب المتوقع حصولها نتيجة الجريمة فطالما ان في سبب متوقع حصوله يبقى خلاص اه رابطة السببية ما زالت قائمة ولا تنتفي تمام يبقى احنا كده اتكلمنا عن نظرية الاولى والتانية النظرية الثالثة والاخيرة اللي هي اتجاه تعادل الاسباب خلي بالك بقى من النظرية دي عشان مهمة يعني حانا رجع لها اتجاه تعادل الاسباب النظرية بتقول لك ايه هذا الاتجاه السالس يرسم للسببية بدوره نطاقا اوسع من سابقه لان مقتضاه ان جميع العوامل التي قد تتضافر في احداث نتيجة ما ينبغي ان تعد متعادلة ينبغي ان تعد متعادلة ومسؤولة بالتالي على قدم المساواة عن حدوثها فكل منها يعد شرطا لحدوثها وإلا فلا بغير مواذنة بين عامل واخر من ناحية قوته واصره وبالتالي في النتيجة يبقى معلش انا هجراها مرة تاني اتجاه تعادل الاسباب دي النظرية التالتة بتقول ايه هذا الاتجاه السالس يرسم للسببية بدوره نطاقا اوسع من سابقه لان مقتضاه ان جميع العوامل التي قد تتضافر في احداث نتيجة ما نتيجة ما ينبغي ان تعد متعادلة ومسؤولة بالتالي على قدم المساواة عن حدوثها فكل منها يعد شرطا لحدوثها طيب خلي بالك هنا الموضوع ايه النظرية دي كبرت الامور اكتر من النظريتين اللي فاتوا هنا بيقول لك ايه يعني ما معناه عشان نوضع الامور اني الاسباب كلها زي السلسلة كده عارف السلسلة مش حلجة بتأدي الى حلجة الحلجة الاولى بتأدي للتانية والتانية بتأدي للتالتة والتالتة والرابعة والرابعة للعشرة والعشرة كلهم حلقات متماسكين مع بعضهم كده السببية دي او النظرية دي بتتكلم كده بتقول لك اني يعني لو واحد مثلا اضرب بعيار ناري او طعم بسكين فنزف الدكاترة ملح جهوش النزيف زاد جعت في المستشفى فترة الفترة دي زاد فيها النزيف بعد كده توفاه الله فهو بيعتبر اني كل دي حلجات في سلسلة واحدة وبالتالي الحلقة الاخيرة اللي ختمت هذه السلسلة اللي هي الوفاء مرتبطة بالفعل من خلال الحلقات اللي في النص من خلال الحلقات اللي في النص شوف احضرها لك مرة تاني وارجوك اركز معايا بيقول لك هذا الاتجاه السالس يرسم للسببية بدوره نطاقا اللي هو اسمه اتجاه تعادل الاسباب تعادل الاسباب من اسمه كده الاسباب متعادلة طيب هذا الاتجاه السالس يرسم للسببية بدوره نطاقا اوسع من سابقه لان مقتضاه ان جميع العوامل قد تتضافر جميع العوامل شايف جميع العوامل قد تتضافر في احداث نتيجة ما ينبغي ان تعدل متعادلة ومسؤولة بالتالي على قدم المساواة عن حدوثها فكل منها يعد شرطا لحدوثها يعني ايه الدرب بالنار حصلت فتح الدخول حصلت فتحة خروض حصل نزيف رحل المستشفى جعت في المستشفى الدكاترة ماخدوش بالو منه عنده نزيف داخلي جعت فترة النزيف الداخلي زاد حصل انه فقط كمية من الدم بعد فترة معينة من الزمن قد تطول او تقصر كمية الدم دي اللي فقدها على حسب النزيف يعني اذا كان نزيف بسيط او يعني كده ممكن يكون نزيف بسيط فمع الوقت مع الوقت الفضل ينزف ينزف عاجل فترة من الزمن اسبوعين تلاتة ولا شهر حتى وبعد كده مات وهو هنا بيقولك ان كل دي حلقات بتؤدي زي السلسلة كده حلقة بتؤدي للتانية للتالتة للعشرة للعشرين لغاية اخر حلقة والحلقة الاخيرة اللي هي ايه الوفا وبالتالي الحلقة الاخيرة مرتبطة بالحلقة الاولى اللي هو الفعل اللي هو الفعل عن طريق ايه عن طريق ترابطهم من خلال الحلقات اللي في النص ودي تعتبر من النظريات الفقهية اللي هي يعني يعني بتضر بمركز المتهم ضرار كبير يعني وجهت نظري الشخصية كريو القانون ان هذه النظرية مجحفة الى حد كبير جدا بالمتهم ليه؟ لانه طب ما يعني طب افرض مثلا مثلا المريض عنده سكر والدكتور المفروض المعالج يعني من ابسط الاشياء انه يسألوا عندك سكر ولا فهيقول له ان كان عنده سكر ولا فما سألهوش راح مديله ومن غير ما يسأله كده راح مديله علاج وهوب راح ايه؟ العلاج ده ضد السكر ضد السكر بمعنى انه بيعلي السكر خالص او بيوطي السكر خالص وبالتالي السكر عنده اتحرج ومات يبقى هنا ده خطأ الطبيب لانه يعني اي حد فينا بيروح يكشف حضراتكم اكيد بتلاحزوا الموضوع ده الدكتور بيسأل عندك ضغط عندك سكر بتاخد ادوية دي حاجات بديهيات بديهيات فبالتالي انه ارضه لما يجي طبيب ما يسألش اذا كنت عندك ضغط عندك سكر ويروح مديله علاج ضد الضغط او ضد السكر فيموت نتيجة لهذا العلاج مش نتيجة للجرح يبقى هنا ده اجحاف للمتهم لانه هنا اللي مسؤول هو الطبيب اللي مسؤول هو الطبيب اداله دواء ضد حالته الصحي رفع له الضغط خالص او وطاله الضغط خالص رفع له السكر خالص او حرج له او السكر نزل خالص هبط فدخل في غيبه باو مات يبقى هنا هذه النظرية الحجيجة هي نظرية مجحفة الى ابعد الحدود في وجهة نظري كرجل قانون كرجل قانون ان شاء الله هنوالي الفيديوهات باذن الله تعالى في المرات القادمة عن السببية الجنائية لانه الموضوع لسه منتاج الموضوع كبير خالص خالص وحيحتاج منينا عدة فيديوهات اخرى وزي ما قلت لحضراتكم انا الواتس والفايبر والموبايل كلهم على زيرو عشرة تسعة تمانية اتنين اربعة تسعة تمانية واحد تسعة اي حد عايز زيادة من زملائي وابنائي اه شباب المحامين اه عايز يتصل بي استفهم مني على حاجة او كده اه عناية لي مش هتأخه اه برضو عايز بقات لي رسالة على الواتس اديتك الرقم اه اه حضرتك مقيم برا مصر عايز تتصل بي عندك الفايبر طب اه هل عايز تتوصل معي على الفيسبوك عندي برضو صفحتي على الفيسبوك القانون صفحة القانون والناس وهتلابوها حضراتكم فين مرفقة في اه مع اه هذا الفيديو اللينك بتاع صفحة القانون والناس اه يبقى كده تمام التمام اه واتمنى اني الفيديو يكون يعني وصل لحضراتكم اه وانا يعني بحاول ان انا اوصل لكم المعلومة على قدر جهدي وانا رب ان اكون ان شاء الله نجحت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة